السلطان عبد الحميد غضب كثيرا وكتب رسالة ثانية قال بأنكم قد لا تكونوا مدركين بأن أجداد قد وهبوا حياتهم فداء للإسلام وأنا على استعداد لأن أفعل المثل النقطة الرابعة عشر هي أنه كلما حدثت مثل هذه المشكلة في الأمة فنجد العديد من الناس ممن يأخذون الجانب النشط الحمد لله ولكن يجب علينا أن ندرك أن هذا عمل متخصص فيجب على المسلمين أن يتعاونوا ولكن لا يجب أن ننفق وقتنا كله فقط في فعل هذا وأن نترك أنشطتنا الأخرى فمثلا إذا كنت أنا منظمة لمنظمة الدعوة فما الذي سأفعله في الستة أشهر التالية هل سأوقف جميع نشاطاتي الدعوية وأركز فقط على هذا إذن ستكون خسارة كبيرة للأمة فالذي نطالب به أننا نطالب منظمات إسلامية متخصصة لتنظيم هذه الأمور أو بدلا من ذلك أود أن أقول منظمات لمكافحة الحرائق وهذه المنظمات يجب أن تكون متخصصة بالاعتناء بمثل هذه المشاكل مثل عندما يهين أحدهم النبي الكريم أو عندما يقوم أحدهم بجريمة تدنيس للمقدسات الإسلامية هذه المنظمات يجب أن تلبي بشكل رئيسي هذه الأمور يجب عليهم أن يكتبوا منذ البداية وأن يستخدموا وسائل التواصل ويجب أن يكونوا قابلين من أن يتأكدوا أن برامجنا تذاع على الهواء مباشرة عبر محطات الساتليت وعلى جرائد الأخبار كما قالت سواء قاموا بمظاهرات وسواء قاموا بتنظيم حملات لمقاطعة المنتجات لذلك البلد إذن فهذه المنظمات والتي تكون متخصصة في التعامل مع أي أحد قد أهان النبي الكريم أو أي أحد يتساهل في جريمة تدنيس للمقدسات الإسلامية هي مهمة جدا مثل عندما نقوم بمؤتمرنا الصحفي ونعلم بأننا لدينا مؤتمر قناة بيس تي في والذي يعد واحدا من أكبر المؤتمرات الصحفية الإسلامية الناطقة بالإنجليزية في العالم حيث يوجد لدينا أكثر من مليون شخص والذين يأتون في غضون مدة عشرة أيام وفي هذا المؤتمر لدينا بشكل تقريبي أكثر من أربعة آلاف متطوع ولدينا حوالي من ثلاثين إلى أربعين مجموعة مختلفة ولدينا ثلاثون إلى أربعون لجنة مختلفة سواء كانت لجنة استضافة وسواء كانت لجنة للنقل وسواء كانت لجنة للطعام وسواء كانت لجنة للحمامات العديد من اللجان وواحدة منها والتي ندعوها لجنة مكافحة الحرائق وهذه اللجنة لديها إدارة منفصلة تماما ولكن عندما يتطلب الأمر فلديها إدارات للجان الأخرى والذين ينضمون إليها أيضا إذن وبشكل مشابه فيجب أن يكون لدينا منظمات متخصصة والذين هم متخصصون في التعامل مع كيفية معالجة مثل هذه المواقف وهذه المنظمات يجب أن يكون لديها ربما بعض الجنود الرقميون اعتمادا على المنظمة نفسها ويجب أن يكون لديها بعض المحامين وهؤلاء الجنود الرقميون يجب عليهم أن يعلموا ما هو الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يقومون بتحليله وكيف يقومون بإيصال الرسالة ويجب أن يكون لديهم بعض المحامين وهؤلاء المحامون قد لا يكونون محامين من ذوي الخبرة العالية قد يكون لديهم محامون ذوي خبرة متوسطة مثل عندما يهين أحدهم النبي الكريم أو يقوم أحدهم بمهاجمة أحد الدعاء فيجب أن يكون هناك فعل قانوني يتم اتخاذه لذا فمثل هذه المنظمات يجب أن تكون متواجدة هناك في أغلب المدن الإسلامية والتي لديها أكثريات مسلمة يجب أن يتواجد فيها أو يجب أن تتواجد في المدن التي يكون فيها المسلمون أقليات ولكن عددهم كبير فيها إذن فهذه المنظمات الهدف الرئيسي منها هو أن تتعامل مع هذا خلال العام وبالتالي في مثل هذه المشكلة التي حدثت عندما تحدث الرئيس ماكرون فجميع الأمة الإسلامية قد تضامنت بعضهم ربما انضم لخمسة أيام وبعضهم ربما انضم لستة أيام وبعضهم انضم لمدة أسبوع أو أسبوعين ولكن لا يمكنك أن تتوقع من الأمة الإسلامية أن تترك جميع النشاطات وأن تركد خلف هذه المشكلة للسنة بأكملها فهذه ستكون خسارة تخيل أن أحد ما يقوم بالدعوة والتعليم وأحد ما يقوم بالتعليم الإسلامي فإذا أوقفتم جميع هذه النشاطات لمدة سنة وفي كل سنة كانت هناك بعض المشكلات لذا ففي هذه الأوقات يجب على الجميع أن يتعاضضوا معا لعدة أيام أو لأسبوع ولكن هناك منظمات التي يجب عليها أن تتعامل مع الموقف ويجب أن يكونوا قابلين من أن يتأكدوا بأن يصاعدوا التأثير لأعلى مستوى وفي هذه المنظمة يجب أن يكون لديهم معارف كمتطوعين ومحامين من النغبة وسياسيين من النغبة وقاد مسلمين أيضا من النغبة ممن يلبون عندما يتطلب الأمر ولكن يجب أن يكون لديهم جنود الرقميون يعملون بوقت كامل وبعض المحامين الذين يعملون بوقت كامل يجب أن يقوموا بالتنصيق والتأكيد من أن يتم تحقيق النتيجة النهائية والنقطة الخامسة عشر وهي أنه يجب على جميع الدول المسلمة أن تتحد على مستوى عالي ويجب أن يكون لديهم قوة مانعة أعلم بأنه يوجد هناك بعض من الضمات المعينة المتواجدة ولكني أعتقد بأنهم أصبحوا غير نشطين تعاون الدول المسلمة هذا مع بعضها البعض ويوجد هناك 56 إلى 57 دولة في العالم والتي تملك أكثرية مسلمة فيجب علينا جميعا أن نتحد معا حتى إذا ما تم اتخاذ أي رد فعل فإذا تم اتخاذه بشكل موحد فسيكون لديه تأثير أكبر وأنا أعتقد بأن هذا يجب أن يكون بعيدا عن السياسة العادية فالذي يحدث الآن بأنه يوجد هناك منظمات معينة ولكنهم معنيون أكثر فيما إذا كان الأمر سينفع دولتي أم لا إلا إذا اتخذت موقفا معارضا وهل هذا سينفع رئيس دولتي فهم مهتمون أكثر بالمنفعة الشخصية لدولة معينة عن منفعة الإسلام هذا هو السبب فما لم يكن الشخص يحب النبي الكريم أكثر من حبه لنفسه وولده ووالده والبشرية جميعها فإنه ليس مؤمن حقا وإذا أدركنا بأن هناك دول معينة فليس من الضروري بأن تكون جميع السبع وخمسون دولة معا فلنبدأ بخمسة دول ومن ثم ستصبح ست ومن ثم ستصبح عشر دول ومن ثم ستصبح خمسة عشر دع هذه الدول تجتمع معا وتشكل مجموعة للإدانة عوضا عن فعلها الأمر بشكل فردي ففي مثل هذه الحالات إذا أصبحنا متحدين فنحن أكبر قوة أو قوة أكبر فإذا كانت هناك مقاطعة لمنتجات أو لقطاع التجارة تعاونوا معا أو أن يساعد بعضهم بعضا فإذا كانت الدول الإسلامية متحدة فنحن قوة أكبر تخيل بأن أكثر من خمس وعشرون بالمئة من تعداد سكان العالم هم مسلمون فإذا اتحدنا فبإمكاننا صنع العجائب وأود أن أعطي مثالا في التاريخ حول ما هو التأثير عندما يتحد المسلمون نحن نعلم بأن السلطان الرابع والثلاثين من سلاطين الإمبراطورية العثمانية واسمه كان السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله فقد كان السلطان الأخير والذي كانت بين يديه قوة الحكم الفعلية فقد كان السلطان الرابع والثلاثين وقد أتى بعد ذلك سلطانان آخران ولكنه كان الشخص الذي كانت لديه بعض القوة ومن ثم بعد ذلك أخذ الأمر بالتدهور لغاية السلطان الأخير لكنه كان هو السلطان الأخير والذي كانت بين يديه قوة حكم فعلية ونعلم بأنه قد حكم منذ عام الف وثمانمائة ست وسبعون إلى عام الف وتسعمائة وتسعة وفي فترة حكمه نحو نهايات القرن التاسع عشر في أواخر قرن العام الف وثمانمائة فقد كان هناك عرض مسرحي ساخر والذي كان من المفترض أن يقام في فرنسا عن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان عرضا مسرحيا للهجاء عرض مسرحي ساخر للإهانة لإهانة النبي الكريم وعندما سمع السلطان عبد الحميد الثاني حول هذا الأمر استشاط غضبا وكتب رسالة شديدة لهجة للحكومة الفرنسية يقول فيها بأن هذا الأمر لا يمكن تحمله من قبل المسلمين ويجب عليكم أن لا تسمحوا لهذه المسرحية بأن يتم عرضها وأنا ضد هذا الأمر بشكل كامل ففي البداية حاولت الحكومة الفرنسية أن تعطي أعزارا ولكنهم أدركوا بأن السلطان كان جادا والذي فعلوه أنهم قاموا بشكل فوري بعدم السماح لهذه المسرحية بأن تعرض وقاموا بإلغاء المسرحية الساخرة بشكل تام إلى حد أن معظم الممثلين والأناس المشتركون فيها قد قاموا بنفيهم إلى إنجلترا ليقوموا بإرضاء السلطان وبعدها بسنوات عديدة ومجددا فقد جاء الخبر بأن المسرحية نفسها سيتم عرضها في إنجلترا لذا فمجددا قد غضب السلطان عبد الحميد الثاني وكتب رسالة مشابهة للحكومة البريطانية والتي تقول بأننا سمعنا بأن هناك عرض مصرحي ينتقذ النبي الكريم وهذا الأمر لا يتم التسامح معه في الإسلام ويجب عليكم وبشكل عاجل بأن تتأكدوا من أن لا يتم عرض هذه المصرحية والسلطان قال أن هذا الأمر كان يحدث في فرنسا والآن هو يأتي لبريطانيا فيجب على هذا الأمر أن لا يحدث وأنهم قد أوقفوه في فرنسا ويجب أن توقفوه بدوركم أيضا ورد الحكومة البريطانية كان أنهم قالوا أن بريطانيا ليست فرنسا ونحن نؤمن بحرية الخطاب بإشارة إلى أنهم سيستمرون في التجهيز لعرض المصرحية السلطان عبد الحميد غاضب كثيرا وكتب رسالة ثانية وقال بأنكم قد لا تكونوا مدركين بأن أجدادي قد وهبوا حياتهم فداء للإسلام وأنا على استعداد لفعل المثل لذا إذا لم تقوموا بإيقاف هذه المصرحية بأن تتأكدوا من أن لا تتم فسوف أبلغ العالم الإسلامي بأكمله بأنكم تقومون بعرض مصرحية ضد النبي الكريم وأنتم ستكونون مسؤولون عن العواقب ومن ثم أدركت الحكومة البريطانية بأن السلطان كان جادا وكانوا خائفين جدا من وحدة المسلمين في ذلك الوقت لدرجة أنهم قاموا بمنع العرض بشكل عاجل تخيل سلطان واحد قال هذا لأنه في ذلك الوقت إذا علمتم فقد كانت نهايات الإمبراطورية العثمانية وهذا يعني بأن السلطان الأخير لم يكن بتلك القوة على الإطلاق ومع ذلك وفقت لأن السلطان قد أعطى تحذيرا بأنني سأبلغ العالم الإسلامي بأكمله بأنكم تقومون بعرض مصرحية ضد النبي الكريم وأنتم ستكونون مسؤولون عن العواقب فهذه الرسالة كانت كافية لجلب الرعشة من الخوف للحكومة بأكملها تخيل في ذلك الوقت في نهايات القرن التاسع عشر وتعلمون بأن حكومة بريطانيا وحكومة فرنسا قد كانوا أقوياء ومستعمراتهم منتشرة في عدة مناطق من العالم حتى أنهم كانوا يحكمون الهند ولكن السلطان كتب رسالة وفي ذلك الوقت وعلى الرغم من أنها كانت في وقت نهايات الإمبراطورية العثمانية ومع ذلك فقد أصابهم الخوف ترجمة نانسي قنقر